مايو واحدة من مناطق الخرطومة الترفية التي تفتقر للخدمات الرئيسة ويعمل جل سكانها فيما يصطلح على تسميته بعمال اليومية الذين تدرر كذبهم وقوت أبنائهم من الحذر الشامل المضروبي لمواجهة جائحة كورونا لذا قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بتوزيع ترود تعينهم على البقاء في المنزل ظل بسكان منطقة مايو عماليومية وبيقتاته رزق اليوم باليوم فالحظر وإنه مايو مرقو يشتغله يكون مؤثر جدا على معيشته فنزلت لنا الكراتين اللي جايان من وزارة الرعاية الاجتماعية بخصوص لنا تدعمها وبدأنا طوال بمنطقة غبوش اللي هي من المناطق العشوائية ويصعب فيها الحركة قافلة غذائية كاملة تهدف لمساعدة مواطني مايو غبوش للبقاء في منازلهم بعد الوقت ولم تستثني إيجاد حل جزئي لمشكلة مياه الشرب التي تعد من الخدمات غير المتوفرة لسكان المنطقة الناس بتعاني من كهرباء ومن مويا ما بتقدر تأكل بندهم مثلا هنا سوق بقييد وهيقول مثلا الحصرة اليوم من الساعة 12 لمن الساعة 6 لحد الساعة 12 الناس طبعا تعبانا ما في لها طريقة تصرف لكن دي ما قال الخانون قال الكلام ده هم عندنا مشكلة محتاجة لدعم من الحكومة أنا محتاجة كثيرة من الميارك والخارف مع الزبانة والتخطيط وما فيها كحراء وما فيها مويا وسعت لجان المقاومة بدورها إلى تقديم جرعات توعوية ضد مخاطر فيروس كورونا مع تقليل تجمهر المواطنين أثناء استلام الترود يرجو المواطن في هذه المنطقة الذي يعمل بالأساس في المهن اليومية والهامشية يرجو أن يجد الدعم الغذائي الذي يعينه على ما تبقى من حذر شامل عفراء فتح الرحمن قناة الغد الخرطوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر